من المسافة الصفر تواجه كتائب عز الدين القسام جحافل الاحتلال الاسرائيلي وتلتحم معه بالبنادق وقذائف الياسين غير آبهة بما يجري خارج أسوار غزة هناك حيث الحرب الكلامية والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران المستمرة في الخوض بتكاهنات ما ستفعله طهران في قابل الأيام فهي التي تكرر باستمرار تهديداتها بفتح جبهات جديدة مع إسرائيل وذاك ما ترد عليه واشنطن بإرسال الأسلحة والمعدات والأساطيل البحرية ومع استمرار فصائل موالية لإيران شن ما تصفه بالعمليات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق تعود الولايات المتحدة إلى توجيه تحذيرات لإيران إذ قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن واشنطن أرسلت رسالة ردع مدوية ومباشرة إلى إيران حول استعدادها لحماية أفرادها ومصالحها بقوة مؤكدا أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في المنطقة أما حزب الله اللبناني المنضبط في تحركاته على الحدود الجنوبية للبنان فقد تلقى أيضا تهديدا جديدا من إسرائيل إذ كرر بن يمين نتنياهو ووزير دفاعه القول بأن حزب الله سيرتكب خطأ عمره إذا قرر الانضمام إلى الحرب مؤكدين مهاجمة مواقع كثيرة للحزب وقتل كثير من قياداته وعناصره اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر